السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم رياضيات للصف الأول المتوسط عندي صفحة 101 تأكد من فهمك حل المتباينات بعدة خطوات السؤال الأول يقول استعمل الجمع والطرح لكل من المتباينات التالية معيني يلا يا ماما أول وحدة يقول لك أولا يعني يقول لك أكس زائد واحد أصغر من ثمانية هذا شي يقول استعمل عملية الجمع والطرح في زت فشي نقول أول خطوة أخذ النظير الجمعي للواحد يعني أقول أكس زائد واحد ناقص واحد أصغر من ثمانية ناقص واحد خدت النظير الجمعي للواحد هو موجب يصير سالب هذا سالب يصير موجب هذا ويهذا راحة أكس أصغر ثمانية ناقص واحد سبعة خلص الحل يعني أولا ثانيا يقول لك أكس ناقص اثنعش أكبر أو يساوي من أربعة وعشرين هما أخذ النظير الجمعي للطرفين هو سالب يصير موجب أقول أكس ناقص اثنعش زائد اثنعش أكبر أو يساوي من أربعة وعشرين زائد اثنعش هذه ويهذا راحات أكس أكبر أو يساوي أربعة وعشرين زائد اثنعش ستة وثلاثين هاي المسألة الثانية نجي على المسألة الثالثة يقول لك ستة زائد زت أكبر أو يساوي هاي ستة مومة أصغر أو يساوي من أربعة وثلاثين هما أخذ النظير الجمعي للستة أقول ستة زائد زت ناقص ستة أصغر أو يساوي من أربعة وثلاثين ناقص ستة هاي ويا هاي راحات زت أصغر أو يساوي أربعة وثلاثين ناقص ستة بها ثمانية وعشرين هاي ثالثة نجي على رابعا رابعا يقول لك Y زائد 42 أكبر من صفر إيش أقول أقول Y زائد 42 ناقص 42 أكبر من صفر ناقص 42 يعني هما تخط النظير الجمعي لـ 42 للطرفين هي موجة بيصير سالب هاي ويا هاي راحة Y أكبر 0 ناقص 42 سالب 42 خرصة المسألة هسا نجي على رقم هذه أربعة رقم خمسة يلا يا ماما خمسة يقول لك استعمل الضرب والقسمة لحل كل من المتباينات الآتية X على 15 أكبر من 1 إلى 7 فش أقول أقول 15 في نقسم X على 15 شفو هذي ضرب ها عيني أكبر من 15 في 1 إلى 7 هسا لخمسة عشر ويا لخمسة عشر راحة X أكبر 15 في 1 وخمسة عشر على سبعة خمسة عشر على سبعة خفي يقول رسم إذا يطلب من عندك رسم هنا نقول 15 على سبعة لأن هنا مفتوحة هاي خامسة نجي على سادسة يقول سالب 9 Z أصغر أو يساوي من 63 فأقسم أقول سالب 9 Z على سالب 9 أصغر أو يساوي 63 على سالب 9 هاي ويا هاي راحة هاي بيها واحد هاي بيها تسعة إذا زيت سبعة سبعة ليس سبعة في تسعة اشي سموها 63 إذا زيت أكبر أو يساوي من سالب سبعة وإذا أقل لكم هنا مغلقة وهنا أقول سالب سبعة هاي سالسة نجي على سابعا سابعا يقول 2X أكبر أصغر من 1 إلى 5 يلا يا ماما أقول 1 إلى 2 لحظة ها أقول 1 إلى 2 في 2X نقسم أصغر من 1 إلى 2 في 1 إلى 5 هاي قلبي هاي ويا هاي راحة إذن X أصغر من 1 إلى 10 أقول S حيث X ينتمي إلى Q أو X أصغر من 1 إلى 10 6 القوس هذه سابعا نجي على النقطة الثامنة يا الله ثامنة يقول لك 3Y أكبر 3Y أكبر أو يساوي من سالب 31 هس أقسم على 3Y على 3 يعني أقصد إذن Y أصغر أكبر أو يساوي من 31 على 3 خلصة خلصة المسألة نجي على 9 أقول 6X زائد 14 أصغر من 50 وأقول X ينتمي إلى Z هاي نقول ناخذ النظير الجمعين لل14 للطرفين 6X زائد 14 ناقص 14 أصغر من 50 ناقص 14 هذه ويا هذه راحة 6X أصغر 50 ناقص 14 36 أقسم على 6 أقول X أصغر من 6 خلصة المسألة هاي بها وحدة هاي بها 6 6 إذن مجموعة الحلول X ينتمي إلى Z X أصغر من 6 وست القوس هذه 9 نجي على 10 سالب 3 Y ناقص 8 أكبر أو يساوي من 39 وينتمي إلى Q يلا يعني النقطة العاشرة أقول الثلاثة بالقوس سالب 3 Y زائد السالب بالسالب موجة 3 في 8 24 هاي أصغر أكبر أو يساوي من 39 هسا زياني استعملت خاصية التوزيع وزعت الثلاثة على القوس هسا نأخذ النظير الجمعي للأربعة وعشرين للطرفين أقول سالب 3 Y زائد 24 ناقص 24 أكبر أو يساوي من 39 ناقص 24 أو 20 هذي 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 راحة أقول سالب 3 Y أكبر أو يساوي 39 ناقص 24 بها 15 أقسم على سالب 3 أقول Y أكبر أصغر أو يساوي من سالب 5 خمسة لأن هذه راحة سالب وحدة هاي بها خمسة إذن مجموعة الحل Y ينتمي إلى Q وY أصغر أو يساوي من سالب 5 و6 القوس هاي هاي عاشرا نجي على رقم الدعش يقول لك رقم الدعش أقول 6 6 2 زائد 4 أكبر من 2 ز يلا يعني يقول لك Z ينتمي إلى Q هسا نسوي خاصية التوزيع أقول 6 في 2 12 Z 12 Z 6 في 4 24 أكبر من 2 Z هاذ 2 Z تمام 2 Z اي 2 Z هسا ناخذ النظير الجمعي المند 24 يعني أقول السالب 24 لا 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 ناخذ النظير الجمعي لل 2 Z مواني عد 2 Z فلازم هنا Z وهنا Z فأخذ 12 Z زائد 24 ناقص 2 Z أكبر من 2 Z ناقص 2 Z هاي ويا هاي راحة 4 12 Z و 2 Z 10 Z أكبر Z 0 ناخذ النظير الجمعي لل 24 10 Z زائد 24 ناقص 24 أكبر من 0 ناقص 24 سالب 24 هس أقول أقسم على 10 أقول Z أكبر من 24 على 10 يطلع سالب 2 4 10 يعني هاي تشوفوا سالب 2 4 10 إذن مجموعة الحال Z ينتمي إلى Q و Z أكبر من سالب 2 و 4 10 و 6 القوس هاي رقم 11 نجي على رقم 12 لا إله إلا الله 12 أقول 2 X ناقص 9 أصغر أو يساوي من 25 ناقص 3 X و قائل X ينتمي إلى Q يلا هس أحمد أسوي خاصية التوزيع 2 X 2 X ناقص 2 9 18 أصغر أو يساوي 25 5 ناقص 3 X هس أخذ النظير الجمعي للموجة 3 X يعني أقول 2 X ناقص 18 موجة 3 X أكبر أصغر أو يساوي 5 ناقص 3 X زائد 3 X هاي ويا هاي راحت 2 X و 3 X 5 X ناقص 18 أكبر أصغر أو يساوي من 5 أخذ النظير الجمعي المن لل 18 نعم أخذ النظير الجمعي لل 18 أقول 5 X ناقص 18 زائد 18 أصغر أو يساوي من 5 زائد 18 هاي ويا هاي راحت أقول 5 X أصغر أو يساوي 5 زائد 18 23 أقسم على 5 أقول X أصغر أو يساوي من 23 على 5 وبعدين شاقول S يساوي X ينتمي إلى Q و X أصغر أو يساوي من 23 على 5 وسد القوس هاي هاي راحت 12 نجي على 13 رقم Y أكبر ويساوي 48 ناقص 9 بها 39 هذا خلص الحل 48 ناقص 9 تمام صح 39 30 ناقص 2 هاي و هاي راحت X أصغر أو يساوي 34 ناقص 2 بها 32 30 زي هس نشوف 15 15 يقول لي 5 تربيع خلنا نكتب السؤال زائد Z أكبر أو يساوي من 25 يلا يا ماما هذا رقم 15 رقم 15 5 في 5 25 زائد Z أكبر أو يساوي من 25 ناخذ النظيرة الجمعية لل 25 زائد Z ناقص 25 20 أكبر أو يساوي 25 ناقص 25 طبعا حتى هذي ويهاي صفر وهاي ويهاي صفر إذن Z أصغر أو يساوي من صفر هذا رقم 15 نجي على رقم 16 يا الله 16 أقول X على 13 أكبر من 1 إلى 5 يلا عيني أقول X على 13 في 13 أكبر من 1 على 5 في 13 هاي ويهاي راحة X أكبر من 13 على 5 هذا 16 نجي على 17 نكتب السؤال 17 مطيني سالب 6 Y أصغر أو يساوي من 16 يلا يلا عيني هنا نقسم سالب 6 Y أصغر أو يساوي من 16 أقول سالب 6 Y على سالب 6 أصغر أو يساوي من 16 على سالب 6 هاي ويهاي راحة هاي بيها 16 ناخذ على 2 بيها 8 هاي 3 وهذه بيها 8 إذن Y أكبر أو يساوي من سالب 8 على 3 هذا 17 نجي على 18 18 مطيني 5 Z أكبر أو يساوي من 2 على 3 يلا عيني أقول 5 Z نقول على 5 أكبر أو يساوي من 2 على 3 تقسيم 5 هاي راحة أقول Z أكبر أو يساوي 2 على 3 نقلب القسمة إلى ضرب نقلب مقلوب الكسر نقول Z أكبر أو يساوي 2 على 15 19 الحل زي نجي على يمن 19 19 19 19 مطيني الدعش على Y أكبر أصغر من سالب 10 يلا عيني أصغر 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 ويساوي على الدعش أكبر من سالب 1 على 10 ونضرب في الدعش حتى تخلص من الكسر فقل فقل الدعش في Y على الدعش أكبر من الدعش في سالب 1 على 10 خلصة المسألة نجي على رقم 20 خلقت بالسؤال 3 تربيع 5 Z زائد 9 أكبر أو يساوي من 40 Z يلا يا ماما يقول Z ينتمي إلى Q هنا أقول 3 في 3 9 أقول 5 Z زائد 9 أكبر أو يساوي من 40 Z 9 في 5 45 Z زائد 9 في 9 81 أكبر أو يساوي من 40 Z هس أقول 45 Z ناخذ 40 Z نظير الجمعي يعني أقول 45 Z زائد 81 ناقص 40 Z أكبر أو يساوي من 40 Z ناقص 40 Z هاي ويا هاي راح نعم هس نقول 45 40 ناقص 40 يطلع 5 Z زائد 81 أكبر أو يساوي من من صفر هذا صفر ناخذ النظير الجمعي لل 81 5 5 زائد 81 ناقص 81 أصغر أو يساوي من 0 ناقص 81 هاي ويا هاي راح إذن 5 Z أصغر أو يساوي من صفر 81 إذن أقسم على 5 هاي راح إذن أقول Z أكبر أو يساوي من صفر 81 على 5 إذن Z حيث Z أصغر أكبر أو يساوي من صفر 81 على 5 وسد القوس Z هس الثنين وعشرين صور الواحد وعشرين الواحد وعشرين أعدك 3 X ناقص 1 أصغر ويساوي جذر 49 ناقص 3 X يلا يا ماما 3 في X 3 X ناقص 3 أصغر ويساوي جذر 49 7 ناقص 3 X ناخذ النظيرة الجمعية سالة 3 X نقول 3 X ناقص 3 3 زائد 3 X أصغر أو يساوي 7 ناقص 3 X زائد 3 X هاي ويا هاي راحة هاي عيني إذن أكبر 121 ناقص 8 Y يلا عيني 22 22 أضرب السالب 5 بالقوس سالب 5 Y زائد 5 في 5 25 أكبر من 121 121 12 ناقص 8 Y أخذ النظيرة الجمعية لـ 8 Y أقول سالب 5 Y زائد 25 هنا لحظة زائد 8 Y النظيرة الجمعية سالب 8 Y أقول 12 ناقص 8 Y زائد 8 Y هاي هاي راحة سالب 5 Y 8 Y تطلع 3 Y شارت الكبير وأطرح زائد 25 3 Y زائد 25 أكبر من 11 أخذ النظيرة الجمعية للـ 25 3 Y زائد 25 ناقص 25 أكبر من 11 ناقص 25 هاي ويا هاي راحة 3 Y أكبر 11 ناقص 25 نجد بها سالب 14 شارت الكبير وأطرح أقسم على 3 3 إذن صارت Y أكبر من سالب 14 على 3 إذن مجموعة الحل Y حيث Y ينتمي إلى Q و Y أكبر من سالب 14 على 3 نعم هذا 22 20 23 و 23 سنكتب السؤال 23 و 20 Z على 11 زائد 5 أكبر و يساوي من جذر 100 وهنا Z ينتمي إلى Q يلا يعني هس نجي شنقول أقول Z على الدعش زائد 5 أكبر أصغر و يساوي جذر المية 10 أخذ النظير الجمع إلى 5 Z على الدعش زائد 5 ناقص 5 أصغر و يساوي من 10 ناقص 5 هاي ويا هاي راح Z على الدعش أصغر و يساوي 10 ناقص 5 5 أقول Z على الدعش في الدعش أصغر و يساوي من 5 في الدعش هاي ويا هاي راح Z أصغر و يساوي 5 في الدعش 55 إذن مجموعة الحال Z حيث Z أصغر و يساوي من 55 و 6 القوس هذه عيني صفحة 101 الوحيد